الحرية دي اخر نقطة فيها قادتهم الى كفريات زي الكلام ده وزي كلام في مقطع رغم اربعة الجزء اخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير حرية التعبير من حق الناس ان تقول ما تشاء في غير الفساد الاخلاقي الدعوة الى الافكار الاعتراض على الدولة الاعتراض على الحاكم الاعتراض حتى على الاسلام ما عندي مشكلة به حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله من حق الانسان ان يختار الدين الذي يراه ومن حق ان يختار الطائفة يريد ان يكون شيعي سني درزي او حر ومن حق كل انسان ان يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التي يختارها فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد وليه من حق الناس أنا حتى على العقوي أنا حتى حد الردة أنا بالنسبة لله أعترض به أنه حد ديني أنا أعتبر حد سياسي والحاجة قال بالنسبة له في قضية الحرية قال في غير الفساد الأخلاقي يجوز تعترض على الدولة والإسلام وحتى على الله ورسوله تعترض قال ما عندي مشكلة أنا درب ده كلام من البداية قال في غير الفساد شنو؟ الأخلاق الأخوان المسلمين بيروا الفساد الأخلاقي أكبر من الشرك بالله الأكبر ولهذا السبب بتلقى الأشرطة والمحاضرات بتاعت الأخوان المسلمين وأشباهم كلها في الرغاية والأخلاق لأنه بيرود الأساس الأساس ما التوحيد ودي قال لكم الأمن طارق السويدان شكرا بتلقى محاضراتهم كلها نسخة لدى الراشد ومن سفر كلها في البكة وفي كده وفي الأخلاق وفي كده مع أنه ده من الدين لكن أساس الدين شنا جماعة العقيدة والتوحيد وشكده بتلقى أزنابهم وأشباهم زي ناس العدس هو محمد المين إسماعيل وغيرهم برضو محاضراتهم من النوع ده صفي قلبك وما عارف شنوه كده كلها كده عرفتها؟ كلها بتلقى كده ليه؟ لأنه عنده موضع الأخلاق ده هو الأهم حتى وإن كان أزنابهم ده البل خشم ولقى لا التوحيد أهم طيب ادعو ليه؟ بيخلي ما بيدعو ليه تحضر ليه دارس أربع ساعات يحكي ليه قصة قصة وضربت ليه مرة ساعة اثنين بالليل وقالت راجلة دقتها بيد الفندق قال الله يدوق إن شاء الله يدوق ويكتب بيد الفندق ودقها بيد الفندق وما عارف شنو ويقول دي يحكي للناس قصص ليه؟ لأنه عندهم المسائل الأخلاقية دي هي شنو يا جماعة الأساس وكضابين فيها لأنه ده الآن بيبيح شنو؟ الحرية شنو؟ الجنسية والشزوز اللواط كله ببيحوا بل مناسبة كثير من زعماء الأخوان المسلمين حتى اللواط ببيحوا وذكرنا قبل كده فيديو في الموضوع هذا وذكرنا الوسائع فيه مدرنطين طيب كذلك قال الاعتراض على الله ورسوله هذا كفر واضح ما فيه كلام وما يختلفه إسنان ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره طيب ومسألة الرب الذي يراه كده ردنا على مسألة الردة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بيحدى شنو؟ ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لي الجماعة وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه